ترأس سعادة لواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وفد وزارة الداخلية في الاجتماع المشترك الذي عقد بنادي ضباط الأمن العام مع وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة السيد ديفيد بيكوسك نائب وزير الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك وسعادة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وعدد من كبار الضباط في مستهل الاجتماع نقل رئيس الأمن العام تحيات معالي وزير الداخلية وترحيبه بنائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي والوفد المرافق وتطلعات معالي لأن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة من أجل تعزيز أطر التواصل وتبادل وجهات النظر والحرص المشترك على تبادل التجارب والخبرات الأمنية بين البلدين الصديقين معربا عن شكره وتقديره للولايات المتحدة على الدعم المستمر في سبيل تحقيق الأمن المشترك وأكد رئيس الأمن العام أن مملكة البحرين عانت لسنوات طويلة ولا تزال من التهديدات والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ومحاولات اختراق الجبهة الداخلية لزعزعة أمنها وضرب استقرارها ولكنها تمكنت بفضل الله ثم بفضل حكمة جلالة الملك المفدى من التصدي لتلك المحاولات وتجاوزها بل ونجحت في تحقيق أفضل معدلات النجاح في شتى المجالات لسيما الأمنية وأضف أن وزارة الداخلية استطاعت من خلال مسيرة التطوير والتحديث التي رعاها معالي وزير الداخلية تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والتصديلة والمساهمة بشكل فاعل في خفض معدلات الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة حيث تشير الإحصاءات للعام الحالي إلى مستوى أفضل مما كانت عليه قبل نحو عشرة أعوام وفي هذا الصدد أوضح رئيس الأمن العام أن معالي وزير الداخلية تقدم بمبادرة وطنية تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية من خلال تعزيز الهوية وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء بعيدا عن كل أشكال التمييز العرقي أو الطائفي أو الديني وقد تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الأمني القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وسبل تطويرها بجانب مشاريع التعاون المستقبلية في مجالات مكافحة الإرهاب الإلكتروني والتقني والمساعدات الفنية في مجال التدريب بما يسهم في فتح أفاق جديدة لتوثيق التعاون وتبادل الخبرات في المجال الأمني كما بحث الجانبان البحريني والأمريكي عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات المسافرين باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة في إطار التعاون القائم بين البلدين الصديقين كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك هذا ووقع رئيس الأمن العام ونائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين الصديقين تتضمن العمل على تبادل المعلومات وحفظ الأمن في مجال تأمين المنشآت وتعزيز الأمن السبراني وتبادل الخبرات التدريبية من جهة أخرى عقد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك اجتماعا مع نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي تم خلاله بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في المجال الجمركي والجهود المبذولة لتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير التعاون الجمركي بين البحرين والولايات المتحدة كما تم التطرق خلال اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما قام نائب وزير الأمن الداخلي يرافقه نائب رئيس الأمن العام بجولة ميدانية في قاعدة المحرق التابعة لقيادة خفر السواحل حيث اطلع على أحدث الزوارق ومنظومات الأمن البحري وما يتمتع به خفر السواحل من قدرات وإمكانيات تسهم في تعزيز الأمن وحماية السلامة البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا